صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بانه من الممكن تطبيق ازدواج الجنسية بالنسبة للسوريين الراغبين بالحصول على الجنسية التركية واضاف اردوغان في حديث للصحفيين خلال عودته من قمة النيتو في بولندا ان هناك امكانية لمنح سوريين حق التملك في المشروعات السكنية التي تقيمها الحكومة التركية عن طريق مؤسسة توكي وذلك عن طريق دفع ثمنها بالتقصيد وانتقد اردوغان ردود الفعل المعارضة لمنح السوريين الجنسية التركية مؤكدا انه لا داعي للخوف من ذلك لان تركيا الدولة ذات مساحة كبيرة وبامكانها ان تستوعب مثل هذه المشاكل بسهولة حسب تعبيره وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر سكاي من مدينة غازا انتاب التركية المحلل سياسي عبو الحسو الخبير في الشؤون التركية مرحبا بك سيد عبو بداية كيف تقرأ اصرار اردوغان على فكرة منح السوريين الجنسية التركية رغم الاعتراضات من احزاب تركية معارضة مرحبا بكم بداية وبالسادة المشاهدين طبعا كان اردوغان باجتماع في حلف الناتو في بولندا اثناء عودته التقى مع مجموعة من الصحفيين في الطائرة فوجهوا له بعض الاسئلة بخصوص منح السوريين الجنسية التركية واعتراضات بعض اطراف المعارضة وبعض المواطنين فقال بان كلام هؤلاء قد احزنه بشكل جدي فقال هل من الصواب ان تكون هناك مقاربة بالشكل التالي ان يكون انسان ضد اعطاء جنسية مسبقا في اي بلد كان حين يتقدم اي شخص بطلب الحصول على الجنسية يقال له بداية ومبتدأ لا نستطيع ان نأخذك او نجعلك مواطنا في بلدنا فيقول اليوم اذا كان مواطنا تركيا يمكنه ان يكون مواطنا المانيا او امريكيا لماذا في حالة اشابهة لا يمكن ان يكون بالنسبة لمواطنين يعيشون في بلدنا بقي ايضا اضافة اردوان قال بان هؤلاء الناس منذ سنوات طويلة نعيشوا معهم ضمن اطار حقوق الاصدقاء والاخوة والقرابة قال بان هؤلاء تركوا اوطانهم واعتبرون انصارا لهم ولجأوا الينا هل يمكن ان نحكم على هؤلاء اللاجئين ان يبقوا سنوات طويلة في المخيمات او ان يعيشوا في اقبية في بعض الابنية الفارغة قال ايضا بان في بعض الاقبية هناك من يعيشوا 10 او 15 شخص فوق بعضهم البعض فعل الوذارات وجهاز الاستخبارات ان يقوموا باجراء دراسة وتقييم هؤلاء الناس في المخيمات والبيوت واسكان هؤلاء السوريين في بعض المناطق وان لزم الامر قال اسكانهم في البيوت الفارغة لدى مؤسس توكي وهي مؤسسة الاسكان الرسمية التابعة للدولة فلذلك كان جواب اردوان بهذا الشكل وضرب ايضا مثلا بان في تاريخ تركيا حصل سابقا بان الاتراك الجورجيين الذين قدموا الى تركيا اعطوا مساكنة في ولاية ارزينجان وتم تقصيد قيمة هذه البيوت على اقصاد مريحة بالنسبة لهم طيب سيد عبو هناك من ربطها بمصالح سياسية تتعلق بالانتخابات ما رأيك بهذا؟ يعني طبعا بعض اطراف المعارضة ربطت ذلك لكن نحن حينما نأخذ عدد الناخبين في تركيا حوالي 57 مليون ناخب وعدد السوريين المتوقع يطاعهم الجنسية و300 ألف شخص مع عائلاتهم يربما يصل الرقم الى مليون او بين مليون ومليون ومصال اي 50% من السوريين المتواجدين على الارض التركية هؤلاء بالنسبة ل57 مليون لا يشكلون شيئا لا يشكلون كتلة ناخبة كبيرة يمكن ان تؤثر على فوز حزب ضد حزب اخر طيب بالنسبة لقوانين منح الجنسية للسوريين او حق التملك ما هي آلية اقرارها وفق الدستور التركي؟ طبعا حسب القوانين المطبقة حاليا هناك شروط يجب ان تحقق في اي شخص يتقدم للحصول على طلب الجنسية اولها ان يكون قد انضى فترة وجودي في تركيا قد مضى على فترة وجودي في تركيا خمس سنوات على الاقل ان يتقن اللغة التركية بشكل بقدر كافي ان يكون نظيفة السجل العدي والقضائي وان يكون لديه عمل يمكن ان يعتاشى منه وما لي ذلك من هذه الشروط لكن بالنسبة للسوريين يحكى بانه يمكن ان تعدل شرط اقامة خمس سنوات الى سلس سنوات او سنتين حتى لكن ذلك يستلزم صدور قرار اقرار قانوني في البرلمان التركي ومتوقع صدور هكذا قوانين لكن حتى الان لا توجد شروط غير واضحة تماما هناك تسريبات هناك تصريحات لكن لم تصلت اي تعليمات تنفيذية الى اي جهة رسمية حكومية حتى الان طيب هل من معلومات اضافية حول الشروط التي سيتم وفقها اعطاء الجنسية التركية للسوريين؟ مثل ما تحدثنا يعني يتحدث الآن النقطة الاولى التي يتم التركيز عليها ان يحقق السوري ملاءمة ومؤمة في المجتمع الذي يعيش فيه ان يكون على اعلاقة جيدة مع جيرانه ان يتقن اللغة التركية بشكل جيد ان يكون على علم بالاعراف والتقاليد والقوانين والاحكام الخاصة بان يعرف مسئولياته وواجباته هذه الشروط العامة وايضا ان يكون سجل والعدل والقضاء مثل ما قلنا نظيفا يتكلم اللغة التركية بقدر كافي لكن هناك بعض التسريبات تقول ستكون هناك اولويات لبعض الناس كاصحاب الياقات البيضاء الذين يمارسون اعمال مهنية والطباء والمهندسين والمحامين وما الى ذلك في المرتبة الثانية هناك اولوية للفنيين والتقنيين الذين يعملون في المجال التقني ايضا هناك افضلية لرؤوس الاموال الذين سيفتحون الشركات في تركيا سيد عبو ما هي الجهة التي يجب على المواطن السوري ان يتقدم اليها لكي يحصل على الجنسية طبعا حسب تصريحات رئيس الجمهورية ستحدث هناك مكاتب ضمن بنية ادارة الهجرة التابعة لوزارتي الداخلية لمناقشة ولتقبل لقبول طلبات من المواطنين السوريين هذه الطلبات سيتم مناقشة ورفع تقرير فيها وايضا هناك سيكون تقرير لاستخبارات التركية سيتم اجراء دراسة حولها اذا كان التقرير ايجابيا وتقرير وحقق الشروط المطلوبة منه فسيتم اعطائه الجنسية مباشرة نعم شكرا لك من مدينة غازة انتابة تركيا المحلل السياسي عبو الحسو الخبير في الشؤون التركية شكرا لكم والاستاذ المشاهدين